صدت قوات الجيش الوطني هجوما لميليشيات الحوثي في جبهة نجد العتق بمدرية نهم شرقي محافظة صنعاء كما تمكن الجيش من إسقاط طائرتين مسيارتين تابعتين للميليشيات كانت الأولى في مهمة استطلاع والأخرى في مهمة هجومية وقال المركز الإعلامي للجيش أن قواته صدت هجوم الحوثيين عقب معارك عنيفة سقط فيها قتل وجرح دون الإشارة إلى حصيلة محددة وأضاف المركز أن مقاتلات التحالف شنت أربع غارات على مواقع وتعزيزات تابعة للميليشيات الحوثية قادمة من العاصبة صنعاء وفي السياق ذاته أسقطت المضادات الأرضية للجيش طائرتين مسيارتين للميليشيات كانت تحلقان في أجواء المنطقة لرصد المواقع العسكرية للجيش ترجمة نانسي قنقر